موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد على القناة اليوم ان شاء الله سنجده مروزية طبق من الاطباق المغربية الاصيلة طبق المروزية الغنية يعني التعريف اللي كي يعجب كبار وصغر غنوجده بوحد طريقة اللي مختلفة نفس المقادير ومكونات المروزية غير غادي نقدموه بوحد طريقة اللي هي مختلفة واحد شوية نوع من انواع التغيير نتمنى تتبعوا معي الفيديو نتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم بلا ما نطول عليكم ندوزوا المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة بالنسبة المقادير سوف نحتاجه هنا كمية الحم انا تقريبا هنا استعملت واحد جوش كيلو ونسك سبق الكيمية على حسب افراد الاسرة اختاروا بحالها كطرفة كبار باش ميتفتوش لكم في الطياب ويبقوا الشكل ديالهم مزوين عندي مية وخمسين جرام لزبيب ومية وخمسين جرام عندي واحد جوش بصلات موين لمشلدين ارقاق اربع كاس ديال الزيس واحد شوية دلماء باش غادي نخلطو هاد العطرية ديالنا نتبلو بها اللحم بالنسبة للعطرية اللي غادي نحتاجه عندي هنا يا واحد المعلقة الصغيرة ديال الخرقوم وعندي معلقة صغيرة ديال المروزية المروزية غادي نخلي لكم المكوينة ديالها في صندوق الوصف ويصيبها هكا الراسو عندي معلقة صغيرة ديال البزار ومعلقة صغيرة ديال سكين جبير وعندي القرفة مدقوقة واحد جوج عويدة د القرفة واحد شوية ديال الزعفران شعره عندي واحد جوج فوص ديال توم اللي حكيتهم بحال هكا واحد نصب معلقة ديال السمن مطبيعة الحال ما يكون شعار بزاف وعندي واحد دويمة ديال الزعفران وقليل من الملح غادي نبدو نديرو تتبيله او نشرملو هاد الحيمة ديالنا هاد زعفران غنخلي حصل اخر غادي ناخد واحد او واحد طبس اللي غادي نشرمل فيه غادي نضيف هنا يا هاد المعلقة ديال الخرقوم وغادي نضيف هاد المروزية ضروري المروزية في هاد طابق هذا كما قلت لكم هما نخلي لكم المقادر ديالها في صندوق الوصف غادي ندير البزار سكين جبير وغادي ندير هاد هاد الاخور هاد تومة اللي دقيتها شوية ديال الملح وهاد ضويمة ديال ديال الزعفران بالنسبة الاسمن غنخلي احتى غنضيفو مع الزعفران اه هو هاد ودك العويدات ديال القرفة هادو كل هم غادي نضيفهم احتى غادي ننمرق الطنجرة ديالي وغادي نضيف واحد شوية ديال القرفة اه مطحونة اه تقريبا واحد الربع ملعقة صغيرة من كتروش منها باش ما تكحلش لنا المرقة اه بالنسبة اللي باقي غادي ننعسل به هاد هاد زبيب غناخد واحد شوية ديال الماء وغادي نخلط هاد العطرية ديالي بحال هكا مزيان ما كترش عاو تاني الماء بزاف غير واحد شوية جهد اللي تخلط لي هاد العطرية باش تقبط ليه في اللحم على هاد الشكل هادا كما كتشوفو صافي غادي نبدأ نشرمل في هاد في هاد الحم ديالي غناخد هكا هاد طريفات ونبدأ نحكي لهم هاد العطرية بهاد الشكل هادا كما كتشوفو غنستمر بحال هكا غنكمل هاد طريفات كاملين ديال الحم اللي عندي غنشرملهم ونطلاقه بعد ما شرملت هاد الحم ديالي على هاد الشكل هادا غنخليها تقريبا واحد من الساعة انا الصراحة مزروبة بها شوية انتو مين ما كنتوش مزروبين خليوها واحد لتتسويع او شرملوها بحال هكا بليل وخليوها احتل الغد وعد طيبوها كتدخول في هادا كالعطرية وكتجيز وينة بزبزف انا ايه هنا استعملت طنجرة ديال الدبط اه صراحة ما غاديش نصد علي هاد الحم غادي نحطها بحال هكا نستفاف طنجرة ونقليليها البوطاء ونخليها طيب على خاطرها بعد ما قدرت هاد طنجرة ديالي فوق البوطاء او قلبت شوية اللحمتها اخدت لي هاد اللون بحال هكا اه قبل ما ندير زيت غير في الماقليت ذاك اللحموها تشوية غادي نضيف هنا هيا البصلة اه البصلة اللي شلتها بحال هكا رقيقة انا استعملت هنا ذاك البصلة البصلة الحمرة ولكني مش ذاك الحمرة اللي كتكون حمرة بزاف هانتو ما كتشوفوا اللون ديالها كيفش داير هاديك اللي كتكون حمرة بزاف من الاحسن ما تستعملواش في الاطباق بحال هكا اه كتكحل المرقة الاحسن بلاش اما استعملو البصلة بحال هادي او لا استعملو البصلة البيضة هنا غادي نضيف هذا الربع كاس ديال زيت الزيتون الى كان عندكم اللحم اللي مش حم هكا بزاف تنقصوه من كمية الزيت سباش ما تجيكمش فيها لدم بزاف سافي غادي نخلي هاد البصلة ديالي حتى تنزل هنا بعد ما خليت تضيك البصلة ديالي حتى طاحت اه غادي اه غادي ندوس غادي نمرق هاد هاد طنجرة ديالي هنديرلي ها الجهد الكافي اللي غادي تطيب ليه في هاد الحم من الاحسن نديره الماء الماء طيب انا الصراح هادر صغير الماء بارد هنا ها ما ما سخنش قبل الماء مهم مش مشكل هاد سوف ندير الماء صافي باركة غادي ندير غادي ندير غادي غادي تطيب فيه هاد هاد الحم ديالنا باش ما سقاش لنا عود المرقام كونت النوع اللي ها حتى تنشف هنا يا هاد هاد زعفران اه اللي سبق ليه سخنتوا فتتوا بحال هكا واحد شوية بيدي وغادي اقدرتوا بحال هكا طنجرة بعد ما مرقت مطبيعة الحال هنا غادي نضيف هاد نسمع القا ديال السمن و هاد جوج عويدات ديال القرفة سوف ندير غير الغلاقات لها الطنجرة و نجعلها الطيب على خطرها نار اللي هي مهيلة باش كتجينا زوينا هاد المروزية و كتجي من دغمرة بعد ما قربت الطيب لحم دينا سوف نضيف لها هنا واحد معلقة كبيرة دي العسل أنا استعملت هنا عسل الحر يمكن لكم تستعملوا العسل العادي أو تستعملوا هاكا شي معلقة دي السكر سانيدة نضيفها هاكا في هاد المريقة كتتعدل الضوق و كيجي الضوق ديالها زوين مهم الأحسن تستعملوا عسل اللي هو طبيعي بالنسبة اللي غادي دير المروزية العادية أو المروزية الكلاسيكية في هاد المرحلة هادي غادي يضيف الزبيب من طبع الحال اللي غادي نكون وصلناه من قبل نضيفه الزبيب و نضيفه هاكا واحد معلقة ديال العسل و واحد نص معلقة ديال القرفة و نخليه زبيبي طيب بحال هاكا مع المرقة ديالنا و من بعد نخضروه باللوز مقلي هادي الطريقة المعتادة اللي كانو كيديرو ناس زمان بالنسبة دابة دخلوا عليها بزاف ديال تحسينات اليوم ان شاء الله غا نشوفوها بطريقة مختلفة واحد شوية غير كتبقى النكهة و المضاق ديال المروزية حاضر في هاد الوصفة كدش يغزالة نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم غادي نصبر شوية هاكا على هاد المريقة ديالي حتى تنشف و توقف و انا هاكا كنحرك هاد الحيمات هاكا باش ميلسقوش ليها في قاعر ديال الطنجرة و ندوزو نوجدو زبيب هنا يا اخديت اخديت واحدة طنجرة و وضعت فيها الزبيب بعد ما اغسلته مزيان خليت واحد خمسة دقيق هاكا في الماء و اغسلته مزيان سوف نضيف عليه كمية ديال الماء و شوية ديال الملح و نخلي وهاد الزبيب حتى يطيب انطلاقه بعد ما اغسل الزبيب و نشف من ديال الماء اللي درنا له خليتو احتنشف غادي نضيف لي هنا واحد نس كاس ديال الماء الزهر و غادي نضيف لي تقريبا واحد الربعات المعالق ديال سكر سانيدة او سكر حبيبات على هاد الشكل هادا الجهد لي غادي عسل لنا هاد الزبيب هادا و غادي نضيف واحد راس معلقة ديال القرفة من كتروش باش ما يتغيرش لنا اللون ديال هاد الزبيب و في نفس الوقت ما يجيش لما ديالها غالب بزاف غير راس معلقة كافي و غادي نخلي هاد هاد الزبيب ديال نايت عسل بحال هكا مع هاد السكر و القرفة و ما زهر حتي تعسل مزيان و ندوزه و ننوجدو اللوز اللوز بعد ما فسختو درتو في الزيت باردة و درتو فوق البوطة غادي نقلي اللوز ديالي حتي يتحمر و باش يجينا مقرن نش من طبع الحال كنديرو في الزيت باردة و غادي ندوزو في واحد الروبو نهرمشو ماشي نتحنو غير نهرمشو اللي عندكم المهراز استعملو المهراز هرمشو هكا غير في المهراز انا الصراحة ما توفرش لي استعملت استعملت الروبو ولكن غير هرمشوه ما تتحنوش بزاف مبغناش يكون هكا بودرة بغن يجي مهرمش كي يجي على هاد الشكل هادا بالنسبة لي انا كما قلت لكم استعملت الروبو اه تحلية بزاف اه الي كان عندكم اه الي كان عندكم مهراز يكون احسن سافي غادي نضيفو على هاد الزبيب بعد ما تعسل على هاد الشكل هادا اه تأكدنا انه مبقاش فيه الماء اه حاجتنا بهاد اللوز يبقى هكا مقرم ومقرم مش فاد الوصفة اه ما يفزكش اه اه سافيك نبدأ ان نحرك بحال هكا تكنعلك هاد هاد الزبيب مع هادا مع هاد اللوز اه يمكن لنا نضيفو هنا واحد المعلقة صغير دي الزبدة كتجيزوينة نستمر بحال هكا نخلطهم مزيان وكنتفعليهم البوطاء وكنخليهم يبردوا ونطلقوا ونقدموا طبق المروزية دينا هاد ما عصت لنا الزبيب واللوز اه والمرقيقى دينا شربات ووقفات كما كتشوفو في الزيت ديالها غم بداء ان نقدم هاد الطبق ديالي اه سمحولي المقطع تاني من هاد الفيديو التحدفليا ولكن طريقة افهم اغنشرحه لكم بصور خديت هكا ستفت لحم ديالي في التبصيل وخديت دك تلاتة زليفات دارت فيهم دك زبيب واللوز لي عصت لنا ودارتوهم بحال هكا من الفوق سوف ازوغتها بشوية ديال البيت ديال السمان وولوز هكا مقلي هكا حبيبات رشيتهم من الفوق زين كي بقى اختياري على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر كان هدا هو طبق ديال المروزي ديالنا بطريقة اللي هي زوينة ومختلفة يمكن لكم تقدموه الضيوف ديالكم اشتركوا بالقناة باش يوصلكم دائما الجديد وما تنسونيش مدعواتكم وتعليقاتكم بسلام عليكم